مرحبا بك أستاذ صفوان أستاذ صفوان برأيك كيف هي قراءتك لزيارة وزير الطاقة الإيراني لبغداد لبحث ما يجري مؤخرا من تعاون هذا واحد وفي أي إطار تضع ما ينفقه العراق من مليارات وأرقام خرافية ولم يعتمد حتى هذه اللحظة على الطاقة بنفسه مع العلم أنه بلد ريعي ومعتمد على النفط يعني نعم الحقيقة إيران تتعرض للعقوبات الأمريكية فلا يسمح للعراق بعملية سداد مستحقاته من استيراد الطاقة واستيراد الغاز إلى إيران بالدولار الأمريكي الخزانة الأمريكية تمنع هذا الإجراء فالعراق لجأ إلى عملية التعاقد مع إيران على أساس أن يكون تزديد بالدينار العراقي فتراكمت هذه الديون ومع انخفاض سعر الصرف إيران الآن ترفض أن يكون التزديد بالدينار العراقي إلا إذا تم تقييم الدينار العراقي وفق الأسعار كانت السائدة عندما صدرت إيران الطاقة أو الغاز إلى العراق فهناك نوع من التسوية يفترض أن تتم بين الجانبين من أجل أن يكون هناك إعادة نظر في المبالغ المستحقة لصالح إيران وزارة المالية اعتمدت أسلوب التزديد من خلال إيرادات النفط والحساب المشترك بالدينار العراقي يدعم من خلال مبيعات النفط لم تفكر بعملية إيجاد بداء الأخرى فيما لو تدنت أسعار النفط فبالتأكيد يمكن حاليا أن يتم عرض فرص استثمارية للجانب الإيراني لتزديد هذه المستحقات أو أن يعاد النظر بموضوع الدينار العراقي وقيمة الدينار العراقي من أجل أن يكون هناك ترضية في موضوع الاستيراد نعم برأيك أستاذ صفان لماذا يلجأ دائما إلى إيران لماذا يلجأ دائما إلى إيران لتعويض نقص الطاقة في القطاع العراقي هل برأيك أن تمويل الإيراني للطاقة هو أرخص ويختلف عن غيره من الدول؟ لا بالتأكيد هذا الملف تشوبه العديد من الملاحظات أولا اعتمدت السياسة النفطية بعد 2003 على زيادة الطاقة التصديرية للعراق لكي تصل إلى 7 مليون برميل بدون استثمار الغاز المصاحب بدون البحث في موضوع الاستثمار في صناعة الغاز كان يمكن أن تكون هناك حقول مثل حقل المنصورية في ديالة لتجهيز المحطات التوليد بالغاز العراقي الأنقى من الغاز الإيراني أما عملية استيراد الطاقة من منافذ أخرى كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والأردن والكويت العراق ماضي بعملية تنويع مصادر تجهيز الطاقة ولو كان هذا الإجراء متأخر من وزارة الكهرباء كان بإمكاننا أن نخلق حالة من المنافسة بين هذه الدول من أجل أن يكون لدينا طاقة متعددة من كل الدول وبالتكلفة الأقل العراق يطمح أن يكون لدينا مدن صناعية على مستوى محافظة الأنبار على مستوى محافظة البصرة السماوة بابل بغدار فبالتأكيد عملية الربط الكهربائي بإمكانها أن تساهم في إنشاء هذه المدن الصناعية وإحداث ثورة صناعية القطاع الكهرباء أيضا يشوبه فساد أشرت حضرتك إلى أن مليارات الدولارات أنفقت في هذا القطاع ديوان الرقابة المالية الاتحادي مطالب بفحص العقود التي أجريت وأين يسير مستقبل الطاقة في العراق نلاحظ أن دولة مثل المملكة العربية السعودية حاليا تستثمر لزيادة الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم ستكون في المملكة وهي الآن تعرض فرصة الشراكة مع الأطراف المحاذية للمملكة لأنها أغنى منطقة بالطاقة الشمسية على مستوى الكرة الأرضية فيفترض العراق بينما في العراق لا يوجد طاقة بديلة غير الاعتماد على النفط و93% طبعا من اقتصاده يقع على ذلك الموازنة استثمر وجودك معنا أستاذ صفوان ولدينا السدود نعم نعم استثمر وجودك أيضا في ملف الموازنة اليوم وصلت للبرلمان بعجز خيالي يصل إلى 71 أو أكثر تريليون ونفقات 164 تريليون البعض قال أن هذه انفجارية ولا توجد حتى هكذا موازنة لا في إيران التي تمر عليها عقوبات ولا في جميع الدول المحاذية للعراق كيف تقرأ هذه الأرقام نعم طبعا الحكومة بالغت في عملية تقدير النفقات العامة على مستوى 2021 وباعتقادي حتى لو مرر البرلمان هذه التقديرات الخرافية لن تستطيع وزارة المالية تمويل 163 تريليون أو 164 تريليون خلال 2021 من أين ستأتي بالأموال إلا إذا يعني رغبت في أن يكون هناك سعر صرف متدني أكثر من السعر الحالي فعمليا البرلمان مطالب بضغط النفقات العامة لكي تعود إلى الميت تريليون على مستوى 2021 يعني 70 مليار أو 72 مليار دولار تكفي لتغطية نفقات 2021 وإذا استطاعت الحكومة أيضا أن تعيد النظر في سعر برميل النفط الذي يباع الآن بأكثر من 42 دولار وهذا ما يشدد عليه الكثير في الوقت الحالي خصوصا مع أزمة سعر الصرف الحالية كنت معنا الخبير الاقتصادي صفان قصي من العاصمة شكرا لك